الحمد لله السلام عليكم اليوم أتيتكم بطريقة بإذن الله طريقة قرآنية للكشف على المرض الذي هو عندك يعني ما هي المكان الذي أنت مريض منه ستراه مباشرة في المنام أو سيجيك عبر إشارة وهذه الطريقة فيها عديد من الأسرار سأضع لكم الآية وأنت ستكتشفها بيدك سعيدها عديد من الأسرار لا أستطيع أن أقولها هنا في الفيديو لكن ستراها أنت لما تفعل الطريقة مثلا الكشف عن مرض معين في أفراد العائلة سترا فرض من العائلة يقول لك عندي مرض كذا أو يتألم من تلك المنطقة عنده مرض في جسده في ذلك المنطقة أو الكشف عن نفسك إذا كان عندك مرض أو أنك مرض من مكان محدد ستراه في المنام وهذا يسمى كأنه سكانير يعني كأنك رأيت نفسك ماذا يحدث في جسدك أقول وأكرر لا يجوز أن تدخل بهذه الآية إلى المرحاب يجب الحيطة والحضر ستكتب هذه الآية في يدك اليسرى وإذا مرضت فهو يشفيني ستكتب في يدك اليسرى قبل النوم ولكن بعد الاستيقاظ مباشرة تمحوها بمنذيل أو بيدك تمحوها لا تدخل بها إلى المرحاب تمحوها تكتب في يدك اليسرى ستقرأ هذه الآية قبل النوم مئة مرة وإذا مرضت فهو يشفيني مئة مرة وتكتبها في يدك اليسرى ولكن الحيطة والحضر أن تدخل بها إلى المرحاب يجب أن تكون متوضئ ركز على هذه يجب أن تنام وأنت متوضئ كي تكتب هذه الآية في يدك اليسرى وإذا مرضت فهو يشفيني تكتب في يدك اليسرى وتقرأ مئة مرة وتنام مباشرة وسترى ما المشكل وإن المشكل عندك أو مشكل في أفراد العائلة أو شخص معين تعرفه أو من أفراد العائلة سترى المرض الذي هو عنده وفيها عديد من الأسرار لا أقوله هنا ولكن سترى بعينك في المنام ولكن الحيطة والحضر أن تدخل بهذه الآية إلى المرحاب لما تستيقظ مباشرة أول شيء تفعله أن تمحي الآية من يدك بمنديل أو بأي شيء المهم أن تمحي الآية من يدك والكتابة تكون بقلم أسود سمع تشخيص المرض لتشخيص مرضك ومن أي مكان أنت مريض والطريقة الثانية سأضغطها في هذا الفيديو الطريقة بالشفاء من المرض وإذا مرضت فهو يشفيني تقرأ أهمية مرض في الصباح على كأس من الماء وتنفت فيه وتشربه يوميا لمدة أربعين يوم أو مدة عشرين يوم حتى تشفى من ذلك المرض وإذا مرضت فهو يشفيني ولكن هذه الآية ستوريك أين يوجد عندك المرض هذا هو المهم ستوريك ولكن أقول وأكرر أيضا وأكرر وأكرر الحيطة والحضر أن تدخل بهذه الآية إلى المرحاة يجب أن تمحوها مباشرة وتنام متوضع ومصلي وبأذكارك وقارئ لقرآنك يعني تنام متوضع ونظيف وتقطبها في يدك وسترى تشخيص حالتك ستشخص حالتك المرضية هذا كل شيء وستظهر لك عديد من الأشياء سأضعها بين يدكم سترى أنت بإذن الله إن شاء الله هذا كل شيء وتمنكم الخير وإلى اللقاء شكرا شكرا